اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطيتنا المستمرة عن اخر المستجدات المتعلقة بتضفق المساعدات الانسانية لقطاع غزة وصلت 26 شاحنة مساعدات الى الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم وكمان استقبل مطار العريش الجوي اربع شحنات مساعدات لغزة وصلت من الكويت وايطاليا وايضا الدنمورج قال دكتور رائد عبد الناصر الامين العام للهلال الاحمر المصري بشمال سيناء انه تم استقبال طائرة قادمة من الكويت بحمول 8.4 طن مواد غذائية ومواد غاثية وطائرة ثانية من الكويت من الجماعية الكويتية للغاثة تحمل 40 طن مستلزمات طبية بينها 4 سيارات اسعافة وضف ايضا انه تم استقبال طائرة قادمة من ايطاليا بتحمل شخنة مكونة من 8 اطنان من خيم ومشمعات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي وايضا طائرة قادمة من الدينامارك تحمل 48 طن مستلزمات طبية وادوية وادوات مدرسية مقدمة من اليونسيف بيرتفع بذلك عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش الجوي بشمال سيناء الى 64 طائرة شحن محملة ب1500 طن من المساعدات الاغذية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي حتى مساء اليوم الثلاثاء كمان اعلن فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ان الطائرات من عدة دول عربية وادنبية ومنظمات دولية وشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان كلير لو جندر بالدور المهم الذي تلعبه مصر في السماح بوصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة وذلك في مواجهة الازمة الكارثية الانسانية واللي بيتعرض لها سكان القطاع اثر الكصف الاسرائيلي المستمر على القطاع وقالت ايضا في تصريحات خاصة لمراسدة وكالة انباء الشرق الاوسط بباريس انه في مواجهة الازمة والكارثة الانسانية في قطاع غزة تؤكد فرنسا اليوم على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وايضا اصال المساعدات الانسانية الى المواطنين بالقطاع غزة وان يكون ذلك بشكل امن ومستدام وهو ما يتيح تلبية احتياجات السكان بشكل حقيقي وتلبية كل احتياجاتهم الاساسية وضفت ايضا انه من اجل هذا تتعاون فرنسا مع شركائها في المنطقة وخاصة مع مصر حيث استطاعت فرنسا ارسال مساعدتها الانسانية الى العريش بدعم من السلطات المصرية والتي تلعب دورا اساسيا في هذا الشأن كمان اكدت لوجندر ان هذا الجانب الانساني له اهمية كبيرة لذلك ارسلت فرنسا اول طائرة شحن تحمل 17 طن من المساعدات اهمها الادوية والمعدات الطبية والاغذية لسكان قطاع غزة وكذلك مولدات للطاقة لتكون قادرة على تلبية احتياجاتهم وتم ارسالها الى العريش بتنصيق مع مصر وايضا الهلال الاحمر المصري وايضا مع السلطات الاردنية واضفت وقالت انه سيكون هناك شحنات اخرى من المساعدات الانسانية خلال الاسبوع المقبل باجمالي 54 طن من المساعدات الانسانية خلينا اقول لحضراتكم كمان انه اكد ان كل هذا تم بتنصيق الوثيق مع مصر واللي بتلعب دور مهم للغاية في السماح ووصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة مشاهدين الكرام دي كل التفاصيل المتعلقة باخرى التطورات فيما هو متعلق بدخول المساعدات الى قطاع غزة ودور كبير التي تلعبه مصر من اجل ادخال المساعدات في اسرع وقت الى قطاع غزة اشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء